مرحبا أعزائي المتابعين وأهلا وسهلا بكم جميعا في قناتنا أتمنى أن تكونوا على خير وبخير بإذن الله تعالى ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتشغيل الإشعارات لتكونوا أول من يعرف عن مقاطع الفيديويات الجديدة وإذ كنتم تريدون معرفة المزيد عن خليل إبراهيم جهان اكتبوا في خانات التعليقات ولا تنسوا مشاهدة الفيديو حتى النهاية المهم فيديو اليوم سوف نتحدث عن عدم عفوا عن سبب عدم زواج خليل إبراهيم جهان الممثل الوسيم المعروف في مسلسل الأمانة حتى الآن وكما سوف نعرف أيضا هل أحبا من قبل المهم لنبدأ الفيديو كان الاسم الأكتر تعليقا في المرحلة الأخيرة هو ما السبب الذي جعل خليل إبراهيم جهان بمفرده يعني بدون زواج حتى الآن وهذا الموضوع يعتبر أحد أكتر الموضوعات إطارة للفضول لدى معجبيه حيث كان هناك شكاوي مختلفة بأن الممثل البالغ في العمر 40 عاما لم يتزوج حتى الآن رغم أنه شاب وسيم وله إمكانيات للزواج ومع ذلك لم يتزوج حتى الآن وهذا السؤال أصبح الكل يتساءله مما جعل أحد مقدمين برنامج وكان خليل إبراهيم جهان ضيف في هذا البرنامج وسأله المقدم لماذا لم تتزوج حتى الآن قال الممثل الشهير في هذه المقابلة التي أجراها سابقا أنه لن يتزوج حاليا لمجرد أنني أحب الأطفال فسأله مقدم البرنامج هل سبق لك وأن أحببت فتاة أصدقائي سوف أجيبكم عن هذا السؤال الذي لاحظت أن الجميع يتساءل عنه في نظركم مستحيل أنه بعد هذا العمر لم يستطع أن يحب يستحيل حيث قال أنه وقع في حب فتاة وأحبها بجنون منذ سنوات عندما لم يكن مشهورا بعد ومع ذلك تلقى خليل إبراهيم جهان أكبر ضربة في حياته وليس بسعادة لأنه كان يقول أن هذا الحب سوف يكون هو سبب سعادته ليس بتعاسته وفي ذلك الوقت خليل كان شابا وسيم وكان إنسانا عاديا وتخلت عنه حبيبته وهذا أضطر عليه كثيرا وعانى من الحب كما قال لفترة طويلة وأدخل ألمه في القصائد الذي كتبها وألفها وغنها من بعد وقال من بعد ما تخلت عليه حبيبته السابقة لم يستطع الوطوق بأي شخص ولم يعد يؤمن بالحب بعد وعلى الرغم من أن خليل إبراهيم جهان يحتفظ بسرية المعلومات المتعلقة بحياته السابقة إلا أنه تحدث عن حبه السابق وقال أيضا أنه في ذلك الوقت تأسف لتركها له حسنا هل تعتقدون أن صديقة خليل السابقة ندمت على تركها له يمكنكم كتابة أفكاركم في قسم التعليقات وقال أيضا خليل إبراهيم أنه ظل بعيدا عن الحب لفترة طويلة كي لا يعطي قلبه لأي شخص لا يستحقه ولكن سبحان الله الحياة مليئة بالمفاجآت وبعد سنوات التقى خليل بشخص أحبه حقا ويفهمه بكل الطرق كما يعلم الجميع فإن الإسم الذي دخل قلب خليل إبراهيم جهان بعد سنوات هي شركته سيلا تورك أغلو وكما يعرف الجميع نجح خليل وسيلة في إبهار الجميع بحبهما وعشاق الممثلين يكتبون رسائل لطيفة للغاية لخليل وسيلة عن حبهما وعن أدائهما هذا التنائي استطاع كسب قلوب الجميع من المحبين في جميع أنحاء العالم وخليل وسيلة سعداء جدا بالرسائل اللطيفة التي يتلقونها من معجابهما أصدقائي أنتم كيف تجدون هذا التنائي كما أن خليل إبراهيم أطلق سهما وغنى أغاني ومثل أصعب المشاهد على حساب حياته سوف تندهشون عندما تسمعون عن هذه الخصائص للممثل الذي أبهر الجميع بجماله وتمثيله كما أنه مطلق سهام محترف وأظهر الممثل الناجح هذه القدرات بشكل كافي في سلسلة الأمان كما أنه أيضا ماهر جدا وهذا يشهد له الجميع بها هو ركوب الخيل كما أنه قد يشارك خليل في مسلسل تلفزيوني قديم بسبب مهاراته في ركوب الخير والرماية باستهام وبكل صراحة ولا أدري إن كنتم أنتم أيضا توافقونني الرأي خليل إبراهيم مناسب جدا من الناحية المرئية للمسلسلات التي تعود إلى العصور القديمة على الرغم من أن أداء خليل إبراهيم ليس بنفس القدر إلا أنه حقق نجاحا كبيرا في الغناء وشهدت أغاني الممثل المحبوب إلى أكثر من مليوني مشاهدة على موقع اليوتيوب في بعض من أغانيه كما أنه حقق أيضا إنجازات عظيمة كمؤلف والعديد من المؤلفين الشهيرين قرأوا مؤلفاته منهم مثلا وهذا كان العامل الأكثر أهمية الذي جعل خليل إبراهيم مشهورا جدا في وقت قصير كما أن تناغم خليل وسيلة جعلهما في القمة كما أيضا سألوه في أحد المقابلات التلفزيونية من أهم الأشخاص الأساسيين في حياتك؟ أجابهم إنه سؤال واسع لكن عائلتي والأشخاص الذي أحبهم كما سألوه أيضا هل هناك مشهد استمتعت به؟ أو لا يمكنك نسيانه في مسلسل الأمانة؟ أجاب لقد قمنا بالعديد من المشاهد ولكنني أعتقد أن أكثر المشاهد حماسة هو مشهد قبر صحر كان مشهد كأنه حقيقي كيف أنقذها من هناك؟ كان شعور غريب وكل المشاعر في تلك اللحظة كنت أحس بهذا الإحساس يعني إحساس غريب كما سألوه هل لديك أعادة يمكنك أن تغيرها؟ قال لدي داكرة مثل الفيل لذلك لا أنسى أي شيء بسهولة أود أن أنسى بعض الأشياء أما السؤال الموالي هو ما هي أهم ثلاث أساسيات لديك؟ قال أولا الأسرة وضحك كثيرا وتابع أول عمل والصحة وسألوه أيضا صف نفسك بثلاث كلمات أجاب أنا مصمم لا أستسلم أنا صبور وسألوه أيضا إذا كانت لديك فرصة للعب شخصية أخرى في مسلسل الأمانة فمن ستكون أجاب بكل الثقة؟ سوف ألعب دور يمان وتابع لا توجد إجابة لهذا السؤال آسف وقال قد ألعب دور أخي في المسلسل يعني أخوه الزوج إقبال وسألوه إذ كان لديك القدرة على تغيير شيء واحد في العالم فماذا ستغير؟ أجاب سأغير الثلم وكما تعرفون خليلي يكره الثلم وتابع والفوضى وسأغير الفروق الطبقية لدى الناس أما السؤال الموالي ما هي أفضل؟ نصيحة تلقيتها ومن أعطاكها إياها أجاب كانت من والدي حيث قال لي لا تستسلم أبدا لا تستسلم كنتيجة لذلك هذا هو نهج حياتي أنا دائما صبور وأفوز دائما وسألوه من يجعلك تضحك أكثر في مجموعة الأمانة قال دعونا لا نتصل بشخص ما دعونا نتصل بالناس لدينا الكثير من المرح مع سيلة فهي مليئة بالمرح خلف الكواليس كما سألوه هل لديك اسم مستعر في المجموعة أو خارج مجموعة الأمانة؟ قال لا أعلم ليس لدي في المجموعة سواء لحد علمي يسمونني أحيانا بالوسيم وسألوه أعطينا ثلاث ممثلين تريد اللعب معهم وقال أنا سعيد بشراكائه لكن هناك كل شيء آخر أود أن ألعب مع براد بيت وجايسون ستاتام عالميا وأود أن ألعب أيضا مع كينان إميرزالي أغلو بصفتي تركي كما سألوه ما هي منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدمها أكثر من غيرها؟ قال لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا لدي فقط التويتر والأنستجرام وأعتقد أن الأنستجرام أكثر من ذلك كما سألوه هل هناك دور لن تلعبه أبدا قال قل ما تتطلبه الشخصية لأن كل الشخصيات جيدة كانت أم سيئة فهي جزء من المجتمع يمكن أن تكون مثالا أو معلومات أو تحذيرا لهذا السبب أحاول أن ألعب كل الشخصيات بأفضل ما لدي قدر استطاعتي أما السؤال الموالي هل لديك قواعد أو خطوط حمراء في مسيرتك التمتيلية؟ قال لا باستثناء المواقف اللا أخلاقية فنا لا أرفض أي شيء بأي شكل من الأشكال في مسيرتي التمتيلية كما سألوه عن مسلسل الأمانة عندما قبل المشروع هل كان يعتقد أنه سيكون محبوبا إلى هذا الحد؟ قال لم أفكر أبدا كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للا قد جذبت اهتماما عالميا وأنا سعيد جدا بكل ذلك أنا أعانقكم وأحبكم جميعا أما السؤال الأخير والذي سوف نختم به الفيديو هو هل هناك حيوان يحدد شخصيتك؟ قال أعتقد الأسد أصدقائي ما هي المميزات التي تفضلونها في خليل إبراهيم؟ سنكون سعداء اتقمتم بمشاركة أفكاركم في التعليقات وإلى اللقاء وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر